عقد حزب الشعب الجمهوري بمقر الأمنة المركزية أول اجتماعا لجانه الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني كان المكتب السياسي للحزب قد بادر بصدر قرار بتشكيل لجان بالحزب موازية للجان الفرعية بالحوار الوطني وتكليفها بعقد اجتماعات مكثفة طوال الشهر الجاري تستهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني نحن النهاردة أول اجتماع للجان الحوار الوطني الموازية لمبادرة سيد الرئيس عبد الفتح السيسي بالحوار الوطني وكنا من أول الأحزاب المشاركة والداعمة وبقوة للحوار الوطني وبدأنا اللي احنا نشتغل على المحافظات مع الشباب بيقولوا مقترحاتهم في الملفات المطرحة والمحاول المطرحة في مبادرة الحوار الوطني مصر كلها تمتلك كل الأدوات كل الأدوات وهمنا أهم شيء أن احنا ندرب العامل البشري اللي هو مش بس اللي بيعمل في قطاع السياحة محتاجين أن احنا ندعم كل الأدوات وكل القطاعات البشرية اللي بتدعم كمان قطاع السياحة اللجنة الصحة بحزب الشعب الجمهوري لديها كثير إن شاء الله في تقديمه للملف الحوار الوطني من أجل تطوير المنظومة وتحسينها عشان يقدر المواطن المصري ياخد خدمة على مستوى عالي هنبدأ أول حوار داخلي داخل الحزب في لجان الحزب مجتمع كل النواب وكل أعضاء الحزب وتشكيل الحزب الشعب الجمهوري وهنبتدي هنحط أجندة لترتيب العمل في الحوار الوطني وهيبتدي الحزب هيشوف من ممثل ومن المقرر ممثل صحر الكلمة والحديث من مقرر اللجنة لأنه لدينا اللجان متقسمة وهنبتدي كيفية مشاركتنا ونتائج المشاركة الحزب هيهتم بالمحاور الأساسية الخاصة بالتعليم اللي هو التعليم ما قبل الجماعي ولازم أن احنا يكون فيه استراتيجية وندعم استراتيجية الدولة في تطوير التعليم ما قبل الجماعي ثم التعليم الجماعي لأنه الاتنين متكاملين مع بعض هي مرحلة واحدة في الحقيقة ولازم نبصلها كمرحلة واحدة لأن في النهاية أنا بخرج خريج وبخرج عالم وبخرج مبتكر